مرحبا تحياتي للجميع مهما فعلنا مهما فعلنا ومهما كانت الأعمال التي نقوم بها فنهايتنا إلى الموت ومهما فكرنا واعتقدنا ومهما كان الأمر الذي نسعى إليه فالنتيجة أننا إلى الهلاك صائرون هكذا يتحدث الأديب الفرنسي الكبير جيدو مبصون عن عدمية الحياة وعن عبثية الحياة عن لا جدوى كل ما يقدم عليه الإنسان في حياته طالما أنه سيقول في نهاية الأمر إلى نفس المصير الذي آل إليه كل السابقون إلى الفناء إلى الموت إلى الموت سر الأسرار الذي لا تنفع معه لا حكمة ولا فلسفة ولا منطق ولا عقلانية ولا دين ولا حتى إيمان فالمؤمن يخاف من الموت تماما كما يخافه الغير مؤمن كل الناس تخاف من الموت لأن الموت أنصح التشبيه كمثل باب موصد محكم الإغلاق وتعلوه أقفال شداد بالتالي لا يمكن لأي إنسان أن يعرف ما هو موجود وراء الباب مهما اجتهد مهما كابد مهما فكر مهما بحث ونقب ولذلك كان موبصد يعتقد أن الحياة ما هي إلا الوجه الآخر للموت ما هي إلا الوجه الآخر للموت وكيف لا تكون كذلك وهي تنتهي إلى نفس المصير المحتوم الذي لا مفر منه أبدا يقول موبصد إننا نحيا يعني أننا نموت يقول أيضا ما معنى أن نتنفس أن نأكل أن نشرب أن ننام أن نسعى أن نعمل أن نحلم سوى أننا سنموت كل ذلك بحسب كلمات موبصد كل هذه الأفعال كل هذه الأمور تشير فقط إلى الموت لأن الحياة هي الموت وطبعا يتحدث في قصصه مطولا عن مسألة الحياة والمعاناة والألم وعن عبثية هذه الحياة التي تنتهي بالموت فيولد الإنسان ويولد معه الحظ العاثر كتب على الإنسان أن يعيش هذه الحياة الزمنية القصيرة كتب عليه طبعا أولا أن يحياها مرغما وثانيا أن يحيا المعاناة والألم مثلا يتحدث عن اندثار الشباب عن ذبول الشباب عن وقوع الإنسان الدائم بين براثن المرض والشيخوخة والعجز والانحلال طبعا يتطرق إلى المسائل الاجتماعية والظلم الاجتماعي والفقر والعوز والألم لكن عن الإنسان يتحدث كما قلت عن كيف أن الإنسان يعين اندثار الشباب كيف يتأسف الإنسان على أيام الشباب والفتوة التي ذهبت ولن تعود أفلتت من اليد من يد الإنسان طبعا ليغرق الإنسان بعدها في لوجج الشيخوخة والتفكير والهم التفكير تحديدا كما يخبرنا مباصم في تلك الرحلة الحياتية التي لم ننل منها سوى الألم والمتاعب والشقاء والهم طبعا لينتهي إلى أن كل ما قد يواجه الإنسان في حياته كل ما قد يواجه الإنسان في حياته من متاعب من مصاعب من مشكلات من أمور يحسبها عظيمة جدا فكل ما قد يواجه الإنسان في حياته مهما كبر سيبدو من صعائر الأمور إذا ما فكر هذا الإنسان بأنه ميت ميت لا محالة وهكذا يقرر مباصم أن لا وجود لكبائر أبدا لا وجود لكبائر أكبر من حقيقة موتنا المقدر والمؤجل إلى حين ووسط كل هذا الظلع يرى مباصم أن الحب لربما هو النقطة المضيئة الوحيدة في سماء الوجود القاطمة ومع ذلك فالحب أيضا شأنه شأن كل ما هو موجود في الحياة كل ما هو يتعلق بالحياة حتى الحب أيضا يحمل في أحشائه الألم والعذاب وهكذا حتى الأشياء التي نظن بأنها جميلة وجالبة للسعادة أيضا تحمل في جوفها سمة السمة العامة للحياة سمة الألم والسمة المعاناة والسمة الشقاء أيضا ومن جهة أخرى يعتقد مبصم أن لا وجود لحقائق مطلقة أبدا هناك استحالة في الأصول إلى يقين فيه في شأن أي أمر كان يؤمن أيضا بأن هناك أمور يعجز العقل البشري عن إدراكها ويؤمن بأنه حكم على الإنسان أن يعيش دائما في حالة جاهل وفي حالة حيرة وقلق مستمر أيضا في قصص مبصون قصيرة وهو الرائد في هذا النوع الأدبي نستطيع أن نلمس كما يقال لمس اليد ما في الحياة من متناقضات طبعا لأن مبصون بعبقريتها الأدبية غاصة في مساحاتها المجهولة كشف السطار عن غرائبها عن دفائنها عن خفاياها فبالتالي بدت له الحياة كما يصورها لنا كمثل غابة مفزعة موحشة الحياة ما هي إلا عدو لدود للإنسان هذا العدو على حد تعبير مبصون يحمل في داخله القصوى والشقاء والعذاب والإخفاق وانعدام الرجاء أما السعادة المزهومة هي مجرد حالة تمر بالإنسان كلمح البصر أبدا يتحدث مبصون مثلا قائلا ما يتبقى من الحياة مجرد ذكريات موجعة عن السعادة العابرة التي واقعا ندفع ثمنها باغظا جدا أو يتبقى مجرد محاولات يائصة قاسية في استعادة السعادة الزائلة ولما كانت السعادة لمحة عابرة وعسيرة المنال فمصير الإنسان هو الألم الدائم وهكذا في عرف مبصون الحياة هي صنو الألم الحياة صنو الموت فنحن نولد لنألم نولد لنألم للكي نأمل مثلا وطبعا الألم متعددة والمتألمون لا حصر لهم وهم يعانون مختلف صنوف الألم فمنهم من يشكو الألم الجسدية ومنهم من يشكو الألم النفسية أو المعنوية ومنهم من يشكو عفوا من آلام الفكر ومنهم من يشكو من آلام الوعي ومنهم من يشكو من آلام المعرفة وهكذا بهذه الطريقة يعبر مبصون عن بطلان كل شيء بطلان كل ما يبذله الإنسان من مجهود يعبر عن مسألة استحالة الوصول إلى أسرار الحياة خاصة حول الألم والحقيقة والموت وهكذا في مواجهة سيف القدر المسلط على رقاب الناس جميعا وفي مواجهة سيادة اللؤم والاستغلال والألم والشقاء والعذاب في الحياة وفي مواجهة الموت القادم ولو بعد حين فلم يعد مستغربا أن يقع مبصون في ظلمة روحية حالكة طبعا دفعت به إلى الجنون لم يعد مستغربا أن يغدوا مبصون صاحب فلسفة تشاؤمية حد كما رأينا بنكهة شوبنهاورية واضحة وشكرا وشكرا وشكرا